نجحت في اختبار البيم بي وعايز تجدد الشهادة بتاعتك 6 سنين بدل 3 سنين الفيديو ده على شانك بسم الله الرحمن الرحيم معاكم السيد محسن النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض على فيديو جديد وهي كيفية التجديد لشهادات البيم اي المختلفة في الفترة الاخيرة وصلني رسائل كتير جدا ازاي نجدد شهادة البيم بي شهادة الار ام بي الاس بي الاس بي وهكذا طيب في البداية عايزين بس نعرف في الاول ازاي هنجدد الشهادة وليه هنجدد الشهادة في البداية عشان تجدد شهادتك لازم تجمع حاجة اسمها بديوز او اختصار بروفيشنال ديفلومنت يونتس او بديوز او معناها بالعربي وحدات تطوير المهنة طيب البيم اي ليه بيطلب تجديد الشهادة طبعا هو عايزك هو عايز يتأكد ان انت دايما اوير دايما ابديتد دايما بتعمل كنتونوز امبروفمنت او تحسين مستمر ودايما مطلع على البيست براكتسز واحدث التغييرات اللي بتحصل في عالم ادارة المشاريع وعشان كده بيطلب منك انك تجدد الشهادة بتاعت البيم بي او غيرها من الشهادات عشان يتأكد دايما ان انت ابديتد طيب عشان نجدد شهادة مثلا البيم بي احنا محتاجين ايه احنا محتاجين نجمع حاجة اسمها بيديوز او ستين نقطة ستين يونتز دي طبعا بتختلف من شهادة للتانية يعني البيم بي تحتاج ستين نقطة عندك مثلا الار ام بي الاجايل برضو والاس بي والبروجرام كل شهادة من دول بيكل ايها مطلبات معينة او بيديوز معينة تختلف طبعا في حسب الشهادة نفسها طيب ازاي هنجمع الستين نقطة عشان نجدد شهادة البيم بي طبعا ده هيكون مثلا من خلال انتهى قراءة مقال معين حضرت كورس في ادارة المشاريع مثلا في ادارة المخاطر في الاجايل وهكذا وليكن حضرت ويبنارز كتبت بوست في الفيسبوك من خلاله عملت شير نوليج لمعلومات معينة قراءة كتاب اديت كورس مثلا او محاضرات لزميلك في العمل في الشغل في الشركة طبعا وغيرها مثلا عملت بريزنتيشن معينة او غيرها من الطرق تقدر تجمع بيها البيديوز طيب عشان ما نطولش عليكم في الفيديو هنبدأ نتكلم سريعا بخطوات عملية ازاي نجدد الشهادة هنبدأ مع بعض نتكلم ازاي هنجدد الشهادة طبعا ده حساب احد الزملاء اول شيء هتخش على حسابك هتعمل لوجين على حسابك على موقع طبعا دي اول خطوة بعد كده هنروح الى نضغط هنا وندوس على الداشبورد هتفتح معايا الداشبورد بعد كده طبعا كل واحد هيخش من حسابه هتفتح معايا الداشبورد بتاعته تمام هنا طبعا هقولك ان انت حصلت على ال PMP in good standing طبعا فيه هنا option انك تشوف شهادة بتاعتك view certificate احنا هنا هنتكلم مع بعض على موضوع البيديوز ازاي نجمع البيديوز طبعا عشان نجدد ال PMP محتاجين نجمع 60 نقطة 60 بيديوز اول شيء هنروح هنا على report videos ممكن اضغط من هنا او حتى اضغط من هنا report videos دي اول خطوة بعد كده هيفتح لي صفحة يقول لي ان انت عشان تعمل تجمع البيديوز بتاعتك فيه عندك كذا خيار كذا option هنا ممكن انت عن طريق مثلا حضرت كورس معين او training معين هتدوس هنا ممكن مثلا قراءة كتاب معين عايز تضيفه هنا وتاخد به نقاط او videos تدوس هنا على read ممكن مثلا ان انت حضرت webinars معينة يعني هتدوس هنا على online or digital media ففيه طبعا او مثلا عملت شيرلي knowledge او عملت create content معين فدي كلها خيارات كتير تقدر من خلال ان انت تعمل ادلي الفيديوز هنبدأ طبعا في خيارات مختلفة في منها مدفوع وفي منها مجاني في منها بطيء في منها سريع فان شاء الله النهاردة في الفيديو لا هنتكلم مع بعض على كل options المتاحة والسهلة اللي تقدر من خلالها تجمع الفيديوز هطلع هنا فوق واضغط على الخيار ده ومنها اروح على موقع projectmanagement.com هعمل هنا open new tab هيفتح معايا هنا الموقع بتاعي هعمل بس هنا هعمل login بالحساب بتاعي تمام وبعد كده هنروح ننزد هنا هنروح نلاقي هنا في webinars اقدر ان انا اجمع النقاط من خلال حضور بعض ال webinars قراءة بعض topics المواضيع الى اخره هروح هنا لأول شيء اول خيار عندي اللي هي webinars في منها live webinars حاجات لسه live انا هروح هنا للon demand webinars اللي هي videos موجودة already webinars already هي recorded وموجودة على الموقع هضغط هنا على on demand webinars تمام طبعا هنا هيقول لي انت عايزت تقرأ هنا او عايزت تشوف videos او webinars هنا عن اي مواضيع تمام اقدر اختار هنا اي موضوع عايزت ان انا اشوف فيديو عنه بعد كده هيقول لي اختار الشهادة اللي انت عايزها هقول له هنا انا محتاج مثلا اجد شهادة ال PMP طبعا تقدر من هنا تجدد اي شهادة من هنا تمام انا هنا عايز مواضيع related بموضوع ال PMP تمام وعايز كمان هنا ال PMP طالنت triangle عايز في technical و leadership و strategic تمام وعايز مثلا المواضيع مثلا باللغة الانجليزية هي بتكون شوية مواضيع كتير تمام انا كده عملت الفلتر بتاعي اقدر هنا ان انا ادخل على اي فيديو طبعا هنا بيقول لك اي هو عنوان الفيديو ويقول لك تحت هنا تقدر ان انت تجمع من خلال كم نقطة هنا بقول لك الفيديو one point بس نقطة واحدة شايف هنا بيكون تحت كل فيديو موجود هنا يديك كم نقطة هنا موجود واحد طيب على سبيل المثال هضغط هنا على الفيديو اللي موجود تمام طبعا هيبدأ هنا يعرض لك الفيديو وتحت الفيديو هنا طبعا بيقول لك هيديك كم فيديو هنا one واحدة بس هبدأ ان انا اشغل الفيديو تمام حيبدأ يتكلم معايا هيبدأ يشتغل الفيديو لحد ما ينتهي الفيديو بتاعي تمام طبعا انت بتسمع الفيديو وهنا مقسم لك ان انت تقدر تاخد النقطة ضي في اي اي مجال بالضبط من تالنت تريانجل تكنيكال ليدرشيب استراتيجيك ممكن تحت خلص هنا انزل واكتب مثلا وليكن سانكيو اي ان كان واعمل سابميت طيب دلوقتي بقى ازاي ان انا اكسب النقطة ضي ازاي عمل ايرن ليه الوان بوينت دي بطريقة سهلة جدا 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 هرجع هنا تاني لموقع بتاعي هرجع هنا لموقع هنزل هنا على اونلاين اور ديجيتال ميديا هضغط على الخيار ده اونلاين اور ديجيتال ميديا هيفتح معايا الصفحة دي هنا بيطلب مني اسم البروفايدر والتايتل يعني انت طبعا التايتل اسم الفيديو اللي انت شفته او الوبنار هرجع تاني هنا اخد العنوان هاخده هنا كابي واروح هنا اعمله هنا بيست هنا بكل بساطة طيب هنا ايه هو اسم البروفايدر هو اسم الموقع اللي هو projectmanagement.com تمام ده رقمه هنا 2006 ممكن تكتب الموقع كتابه او حتى تكتب الرقم ده تمام تكتب 2006 هنا يزارلك على طول projectmanagement.com هم اختاره هنا على طول فابدأ طبعا هنا optional خلاص اي حاجة هنا optional ممكن نخليها تمام هاخلي هنا optional هنا بيقول لك start date وليكن انا النهاردة 1 اكتوبر شفته النهاردة وخلصته هي طبعا الفيديو ساعة واحدة وطبعا الفيديو كان بديني one point نقطة واحدة ممكن اعمل هنا تمام ارجع تاني هنا لو عايز اشوف الفيديو هنا كان متقسم ازاي هنا في كل اقسمها واضغط هنا i agree this claim is accurate تمام طبعا تأكد ان انت تكون شوفته فعلا وكل شيء تمام بعد كده هدوس هنا على كلمة submit ادوس هنا على submit طبعا هيوصلك email once ان انت ضغطت على كلمة submit هيوصلك email ان انت عملت claim لone videos تمام ممكن تاخد شوية هيجيلك طبعا بقولك هنا العملية دي بتاخد لحد خمسة ايام عمل ولكن هي في الاغلب بيوصلك emailين email يقولك انت طالب بيديو وبعدها على طول بكم سانية هيوصلك email تاني ان انت خلاص اخدت الموافقة تمام فطبعا انت ممكن ترجع تشيك تاني هنا من البروفيل بتاعك على الديجبورد ارجع تاني اشوف ممكن تكون اتقابلت و دلوقتي محتاج اقل من ستين هنشوف مع بعض كده دلوقتي فعلا خلاص انا اخدت دلوقتي الone videos تمام remaining عندي هنا حتى هنا كاتب لي remaining 59 دي احد الابشن اللي قدر ان انا اجمع بيها نقاط تمام ممكن ارجع تاني هنا تمام اضغط مثلا على topics مواضيع مثلا وليكن عايز اقرأ كتاب مثلا عايز اقرأ موضوع معين وليكن اختار هنا knowledge area معينة عايز ان انا وليكن اقرأ عن الريسكي management وليكن اضغط هنا على الريسكي هيبدأ هنا يجمع لي او يجيب لي كل المواضيع اللي موجودة على موضوع الريسكي management تمام طبعا انت بتختار هنا اي موضوع ان انت عايز تتكلم او عايز ان انت تقرأ عنه يعني ايا كان الموضوع ان انت عايز تقرأ عنه بتدوس هنا وليكن هنا على الموضوع ده خلص ده انا شفته هقفله هنا فتح لي الموضوع بتاعي وبيقول لي طبعا هتاخد من هنا تقدر ان انت تجمع هنا من نقاط طبعا هنا العلوان بتاعه هاخد هنا العلوان دقابي بنفس الطريقة بالزبط اقدر ان انا اجمع بيها وارجع تاني هنا هروح لي جزئية الريبورت البيديوز اهو اضغط على كلمة ريبورت بيديوز دلوقتي انا مثلا قرأت حاجة هضغط هنا على ريدنج هنا اضغط هنا عليها هيقول لي هنا دخل الاسر والتايتل هنا اخدت التايتل خلاص كابي هنزله هنا هرجع تاني هنا شوف طبعا الاسر هنا اللي هو ده اسمه باي كزا هو ده الاسم الشخص اللي عامل المقال ده هرجع هنا وحط الاسم بتاعه تمام ونفس الكلام برضو بتحط التاريخ وليكن ان النار ده قرأت الكتاب ده تمام وتشوف با انت مثلا اخد معاك وقتها ده تمام اخد معاك الكتاب ده او المقال ده مثلا اخدت منك وقتها ده ايه كل ده وتحط هنا مثلا واحد وليكن اخدت منك وان تمام دايما البيديوز هي تعتبر ساعة يعني وان بيديو معناها ساعة انت مثلا اخدت وليكن في اقراءته 3 ساعات ممكن تكتب هنا 3 تمام بضغط بعد كده على موضوع الصمت تمام تمام كده هو برضو اعملت صمت للحاجة التانية اللي انت عملتها وهكذا ممكن تختار اي توبيك تاني موجود في الموقع تمام في عندك امور كتير هنا نوليج تانية تختار تتكلم او تشوف هنا على نوليج او التولز اللي موجودة او تيمبلتس اللي موجودة عايز تشوفها وهكذا او الوبنارز دي كلها تقدر ان انت تشوف تجمع بيها النقاط اللي انت محتاجها وطبعا دي كانت احد الطرق المجانية اللي ممكن تعتمد عليها في جزئية طبعا في جزئية تجديد في برضو طريقة تانية بتكون شوية سريعة طبعا انت ممكن ما تكونش مستعجل ممكن كل يوم مثلا تجمع لك نقطة انت مثلا فاضي كل يوم مثلا فاضي لك مثلا ساعة نص ساعة ممكن تقرأ حاجة تسمع فيديو تجمع نقطة فممكن تخلصها براحتك في شهر في شهرين انت مش مستعجل انت ممكن تجمعهم على مدارة ثلاث سنين طبعا شهادتي البي ام بي وليكن بتحتاج 6 نقطة خلال الثلاث سنين لازم ان انت تجدد الشهادة عشان لو انت مجددتهاش الشهادة هتبقى اكستباير وهتحتاج ان انت تمتاحن تاني انما لو انت جددتها وحافظت عليها خلاص هتفضل دايما تجددها بنفس الطريقة كل ثلاث سنين طيب فيه بقى طرق تانية بتكون شوية سريعة هارجع تاني هنا برضو من الريبورت بيديوز هروح هنا على الكورس اور ترينينج هضغط على كورس اور ترينينج هيفتح معايا هنا صفحة طبعا هنا اقدر ان انا اعمل كليم لبعض الفيديوز عن طريق كورس ان انت حضرته فعليا وليكن انا حضرت كورس في ادارة المخاطر مثلا انت حضرت كورس في ادارة المخاطر حضرت كورس في الاسي بي اجايل حضرت كورس في الاس بي او السكالوالينج حضرتك بكورس مثلا في تحليل اعمال او الـ PPA طبعا الـ PMI طبعا كل كورس من دول بيديك عدد ساعات وليكن كورس الـ RMB انت مثلا بعد الـ PMP حبيتت تاخد مثلا كورس ثاني دخلت في الـ RMB طبعا الـ RMB بيديك 30 ساعة بيديك 30 ساعة فهنا طبعا تبدأ تكتب الـ Provisor وليكن انت اخدت الكورس مثلا الـ RMB مثلا من على موقع PMTrix تكتب هنا اسم الموقع تمام تكتب هنا PMTrix.com بعد كده بتروح هنا تكتب الكورس اسم الكورس ايه طبعا اسم الكورس بيكون موجود على شهادة الحضور اللي انت بتحملها من الموقع بعد ما بتخلص الكورس طبعا الموقع بيصدر لك شهادة مكتوب فيها عدد الساعات ثلاثين ساعة والتاريخ ايضا وكمان بيكتب لك اسم الكورس نفسه مثلا Risk Management Professional Preparation Course اللي يكون ده يكون الاسم وهكذا بتاخد الاسم copy و paste وتحطه هنا بالزبط طيب طبعا ده اسم الكورس اللي موجود Risk Management Professional PMI R&P Preparation Course تمام كده انت حطيت البروفايدر والكورس بعد كده هتنزل هنا تكتب date start امتى وليكن انا بدأت وليكن طبعا لازم التاريخ ده يكون بعد نجاحك في الشهادة دي نقطة مهمة جدا تمام لازم يكون التاريخ ده بعد ما نجحت في الاختبار وليكن انا مثلا احطه هنا وليكن يوم سبعة وعشرين بدأت مسلا خلصتو نهارده وليكن انا كده لازم يكون التاريخين دول start والdate والstart والend date الخاص بي الكورس تحطهم هنا انت بدأت امتى وانتهيت امتى لازم يكون بعد نجاحك في اختبار البي ام بي ده موضوع مهم جدا طيب هنا بقى موضوع مهم اوي هنا هتقسم التلاتين videos على technical leadership والstrategic بحيث يكون مجموعهم هنا تلاتين وليكن مثلا هعمل عشرة ممكن مثلا اكتب هنا عشرة وهنا نفس الكلام عشرة وهنا عشرة يبقى انا كده جمعت تلاتين واعمل هنا I agree و اعمل هنا برضو submit بعد ما تدوز submit هيقول لك نفس الكلام هيوصلك اميل ان انت طلبت videos هنا claim وطبعا بعدها على طول بيقول لك ان انت خلاص اتقابلت او قبل منك الكورس ده تلاتين نقطة ممكن نرجع تاني هنا للداشبورد بتاعتنا فعلا قبل مننا النقاط بتاعتنا هو شايف هنا كاتب لك هنا عندك اتنين وتلاتين اللي هي النقطة اللي اخرناها من project management.com والتلاتين نقطة اللي اخرناهم من موقع P-metrics وبكده يبقى انت حصلت على النقاط المطلوبة اللي انت طلبتها يقول لك هنا remaining 28 videos remaining بنفس الطريقة بقى ممكن ان احنا نجمع النقاط اللي احنا عايزينها من كورسات تانية او انت مثلا تحط بوست مثلا على facebook group بموضوع معين تقرأ مقالة معينة تقرأ كتاب بنفس الطريقة بالضبط تقدر ان انت تجمع براحتك خالص المطلوب طيب دلوقتي بعد ما خلاص انت انتهيت من تجميع كامل الستين نقطة هتفتح الموقع بتاع PMI تخش هنا على ال dashboard تمام وبعد ال dashboard طبعا هيدخلك على الصفحة دي مباشرة هنا يقول لك خلاص ان انت خلاص الستين videos earned خلاص صفر remaining صفر videos remaining خلاص انت جمعت كل شيء حاليا انت انتهيت من تجميع النقاط لسه بقي خطوة واحدة بس على تجديد الشهادة وهي انك تدفع طبعا دفع هيختلف لو انت عامل عضوية او انت مش عامل عضوية او انت مش عامل عضوية هتدفع حوالي مية وستين دولار او مية وخمسين دولار لو انت عامل عضوية على موقع PMI ولسه سريع العضوية بتاعتك هتدفع فقط ستين دولار هتقوم دايس هنا على كلمة renew تقوم داخل هنا على renew وهيطلب منك فقط انك تكمل عملية الدفع وخلاص كده انت انتهيت من الموضوع خالص وبعد الدفع مباشرة بعدها مثلا بنص ساعة بعدها بساعة حمل شهادتك تاني تمام وهتلاقيها متجددة شوف هنا بيقولك ان التجديد لو انت مش عامل عضوية هيكون مية وخمسين دولار ولو انت عامل عضوية هيكلفك فقط ستين دولار تمام هتكمل العملية عادي جدا تعمل continue to check out بعد كده هيفتح معاك الصفحة على طول وطبعا تختار بقى الطريقة بتاعتك تكمل هنا البيانات المطلوبة وتختار طبعا هنا مثلا credit card هدفع مثلا buy fees هعمل add payment method هتضيف الفيزة بتاعتك واخر خطوة هنا هتدوس على i agree and review order وتكمل الدفع بعد الدفع على طول احيانا مباشرة بتروح تحمل الشهادة مرة تانية هتلاقيها على طول متجددة هترجع هنا على dashboard طبعا بعد الدفع على طول تمام بعد الدفع بنصف ساعة بساعة دوس هنا على view certificate تمام هتقوم ضغط هنا على view certificate طبعا هيفتح معاك الشهادة هتلاقي هنا انت حصلت على الشهادة يوم ايه وبعدها على طول هتلاقي هنا طبعا هتتغير هنا 2024 هيضيف لك عليها كمان 3 سنوات هتكون هنا طبعا 2027 يبقى انت كده ضفت 6 سنين من 2021 لحد سنة 2027 خلاص انت كده جددت الشهادة وكل 3 سنين تقدر ان انت تعمل نفس الطريقة تاخد كورس معين تقرأ مقالة معينة وتجدد الشهادة بتاعتك كده انت انتهيت من التجديد بس في بعض النقاط حابب ان انت يعني بس حابب اننا نحذر منها يعني ما تحطش حاجة اللي مثلا ازا كانت صحيحة مثلا انت فعلا حضرت كورس معين حضرت كورس مثلا في الارين بي في الاسكادولينج في الاس بي حضرت برضو مثلا حضرت ويبنارز معينة قرأت كتب تحطت حاجات فعالية انت عملتها دي موضوع مهمة جدا يعني في الغالب البي ما اي هو مش هيطلب منك اوديت او اي شيء ولكن يعني خلاص هو انت وقعت في البداية على الكدف اسكس اللي عندهم ان انت هتلتزم وحيكون فيه مصداقية في التعامل وكل شيء فمهم او ان انت اللي تكتبه والتاريخ فعلا ان انت حضرت في الكورس وانتهيت منه دي يكون تاريخ مظبوط وكل حاجة تمام وكده يباحنا انتهينا من عملية التجديد لشهادة البي مبي وبكده يباحنا انتهينا من تجديد شهادة البي مبي جمعنا اول حاجة الستين نقطة بعد كده دفعنا الستين دولار بعد كده على طول هتتجدد الشهادة بتاعتك بنفس الطريقة بالضبط تقدر ان انت تجدد شهادة الار ام بي تجدد شهادة الاسي بي تجدد البي بي اي الاس بي البروجرام البرتوفوليو وهيكذا بنفس الطريقة بالضبط تاخد كورس مثلا تشوف وبنار معين تدخل على موقع البروجيكت مانجمنت دوت كوم وتشوف وتعمل فلتر مثلا على مواضيع متعلقة بالاجيل بالبيزنس وتبدأ ان انت تشوف الفيديوز وتتعلم يعني منها يبا انت كسبت كذا حاجة يعني متطلع دايما على احدث او البيست براكتسيز الموجودة والتشينجز اللي بتتم بشكل مستمر على ادارة المشاريع ويبقى برضو ان انت اكتسبت ان انت جددت شهادتك عشان طبعا ما تروحش عليك او تبقى اكسبايرد وتتطر ان انت تمتحن تاني انت كده بتحافظ عليها بحيث ان انت ما تمتحنش تاني بالعكس انا بجمع بس نقاط وبدفع مبلغ واجددها لكمان 3 سنين دي كانت الطريقة او كذا طريقة احنا وضحناها النهاردة بشكل مبسط منها المدفوع لو اخدت كورس معين منها ان انت برضو كانت منها مجاني وطبعا تخدها براحتك في شهرين في 3 سنة ما عندكش اي مشكلة خلص واخيرا اتمنى التوفيق والنجاح للجميع ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته